السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في حلقة جديدة وانتو بتتفرجوا على قناة اتعلم مع مريم ومعاكو سلم وطارق الفيديو ده برضو لطلاب تلت عدادي حبايب قلبي انا متوصية بيكم اليومين دول عشان خاطر انا عارفة ان تلت عدادي السنة دي بالذات هي اللي بتحدد المصير بتاع السنين اللي جاية بعد كده ومستقبلكو اه في منكم اللي حابب يدخل سنوي صناعي ويدخل او يدخل سنوي تجاري او يدخل سنوي مهني او فني او سنوي عام او تمريد فالسنة دي هي اللي بتحدد اه المستقبل اللي جاي بعد كده فانا عارفة ان دي بالنسبة لكم اه مرحلة مش سهلة او سنة مش عادية بالنسبة لكم زي كل السنين فبس حابة اطمنكم اني ان شاء الله زي ما قلتلكو الفيديو اللي فات الامتحان هيبقى سهل جدا اه يعني ما تقلقوش خالص اه النهار ده كان فيه بس مباشر برضو زي ما قلتلكو اه عن اه على صفحة مواقع اه موقع وزارة التربية والتعليم المصرية وحلت اه استاذة صباح اه جوبت معينا نمازج الوزارة بعض منها مش كلها اه اكدت على اجزاء مهمة دي اللي هنرجحها مع بعض ان شاء الله وكمان هراجع معاكو قاعدة اف وقاعدة تل وانتل او الباست بيرفكت اه طلبوا مني طلبة كتير ان اشرح الكلمات الدلة خاصة بتاعة الباست بيرفكت او الماضي التام فان شاء الله هنشرحهم مع بعض النهار ده وهنحل مع بعض نمازج الوزارة اللي اه ظهرت في الباست او اللي الباست اتكلم عنها النهار ده في موقع الوزارة وكمان هنحل مع بعض اه محافظة القاهرة ولكن اه لو انت اول مرة بتتفرج علي قبل ما نبدأ يريد تعمل اشتراك في القناة اه او سبسكرايب وتفعل زر الجرز عشان يوصلك مني كل جديد وتكون اول واحد يشوفه وكمان لو استفدت من الفيديو اه اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد ونبدأ ان شاء الله ببسم الله الرحمن الرحيم واول سؤال معينا هو الديالوج هي اختارت الديالوج اللي هو باسم نيفين قدامكو دلوقتي نيفين and Lamia are at the ticket office of a museum يعني مهم جدا ان انا اقرأ التايتل اللي فوق ده او العنوان لان ده اللي بيحدد لي الديالوج بيتكلم عن ايه عشان اعرف الحوار بيكون عن ايه او بمناسبة ايه عشان اعرف اقدر ان انا احل فيه فالاول بنعمل ايه بنقرأ الديالوج مرة واثنين كله in general في الاول وبعد كده نبتدي نقسم سؤال سؤال فنبدأ الديالوج ما بين الاسستانت و Lamia الاسستانت دي اللي هي المساعدة او البائعة او كمان نقدر نقول عليها زي الريسيبشنست كده اللي بتستقبل الى الناس بتقول ايه الاسستانت دي unfortunately the museum is closed today يعني unfortunately يعني لسوق الحظ the museum المتحف is closed today لم يقردت وقالت لها oh no space وخلوا بالكوا ان فيه exclamation mark يعني علامة تعجب وبعد كده قالت I didn't know that انا ما عرفش ده فالاسستانت قالت Didn't you look at the website Didn't you look at the website يعني هو انت ما شفتيش الموقع ما بصتيش على الموقع It has all the time there It has all the times there يعني ده فيه كل الاوقات او كل الموعيد هناك لم يقلت لها I will look next time هبص بعد كده خلاص هبقى اشوف بعد كده I will look next time المرة الجاي سألتها سؤال الاسستانت ردت قالت You can come any other day You can come any other day يعني تقدري تيجي في اي يوم But I don't recommend Saturday ولكن ما رشحلكيش او ما اقترحلكيش I don't recommend ده مصطلح عندنا انه انا مش برشحلك او بقترحلك يوم السبت سألتها طبعا سؤال ردت عليها قالت لها Because it is difficult to see things يعني من الصعب عشان Because من الصعب جدا انك تشوفي الاشياء Since there are so many people عشان خاطر بيبقى فيه ناس كتير قوي او زحمة لم يقالت جملة مش سؤال الاسستانت قالت لها Tomorrow is perfect يعني بكرة ده كويس بالنسبة لنا كده احنا عرفنا الديالوج بيتكلم عن ايه دي هي راحة المتحف والمفروض ان هي لقيته مقفول او ما لقيتش او لقيته مقفول فالمفروض ان هي بقى مستعجبة ان ازاي ده حصل او كده فنقول بقى كده نمسي بقى جزء جزء بعد كده Unfortunately the museum is closed today يعني لسوق الحظ المتحف مقفول النهاردة فردت لمية Oh no عايزة بقى جملة تعجب اللي هو ازاي ده يحصل فهنقول مثلا What a pity او Oh really How come اقدر اقول اي حاجة من التلاتة دول What a pity او Oh really How come ازاي ده يحصل I didn't know that انا معرفش كده او انا معرفتش ان هو مقفول تمام نيجي بقى للجزء التاني قالت لها انت مبسطيش على الويب سايت ده كل الموعيد هناك لم يقلت لها I will look next time هبص المرة الجاية سألتها سؤال قالت لها You can come any other day تقدري تيجي اي يوم اي يوم تاني غير اليوم ده فالسؤال طبيعي هيكون ايه اني اقدر اجي امتى متى اا استطيع ان اأتي لازم اترجم السؤال باللغة العربية عشان اقدر اترجمه لانجليش باللغة بالترتيب الصحيح فهاختار اداة الاستفهام المناسبة اللي هي when طب اقدر اجي امتى when اللي هي متى هنا عندي can في الجملة you can ابص على الجملة لقيت فيها can او will او am is are have او has كل ده was ام where اقدر اي auxiliary verb من دول اقدر اجيبه بعد اداة الاستفهام مباشرة وبعد كده الفاعل فهقول when can I بقى you هتتحول لأي او we when can we come متى نستطيع ان نأتي فطبعا هي ردت قالت you can come any other day but I don't recommend saturday ولكن ما رشح لكيش يوم السبت فسألتها سؤال طبيعي جدا اللي هقولها ايه ليه اش معنى اش معنى السبت يعني لمقدرش اجي فيه او ليه ماقدرش اجي السبت فالاجابة هنا هتكون ايه why don't we come on saturday خلوا بالكو اني ايام الاسبوع بيجي قبليها on فهنقول ممكن اقول why don't we come on saturday او why shouldn't we come on saturday طب ليه ما نقدرش نيجي او ممكن اقول why can't we come on saturday ايه ليه ما نقدرش نيجي يوم السبت عشان ترد طبعا لو هقول why يبقى هجاوب على طول ب because because it is difficult to see things يعني من الصعب ان انت تيجي في اليوم ده عشان في so many people ناس كتير جدا طيب فلم هتقول لها حاجة فقلت لها tomorrow is perfect فهنقول لها ايه او الطبيعي مثلا اقول ايه طب اقدر ايجي بكرة يعني او يعني كده بقى احنا نقدر نيجي بكرة عادي مفيش مشكلة فقلت لها tomorrow is perfect فاعتقد او اقدر دي هتبقى انا ارى او اعتقد we can come tomorrow ماشي فانا هاختار الاسهل اللي هي i think we can come tomorrow انا اعتقد ان احنا نيجي بكرة فطبعا ردت عليها اعتقد tomorrow is perfect وده كان اول dialogue معنا كمان معنا dialogue تاني هنبتدي نقره دلوقتي ونيجي لل dialogue التاني وبرضو ما ننساش نقرأ التايتل عشان هو دل هيعرفنا dialogue بيتكلم عن ايه اسأل حاجة في dialogue ان هو فيه ناس كتير قوي وطلبة بيستصعبوه ويبقوا مش عارفين يكتبوا ايه ولكن انا يعني اعتقد ان هو مفتوح اي جملة بتتكتب بتعتبر صحيحة مش ملهوش اجابة نموذجية واحدة ولو كتبت عكسها يبقى غلط لا انت ممكن تكتب ولكن يعني بنبهكو بلاش نسيب اي سؤال فاضي حتى لو احنا مش عارفين الاجابة الصحيحة ولكن just try حاول ما تسيبش الورقة فاضية خالص ولا تسيب اي سؤال فاضي حاول انك تعرف تجاوبه على قد ما تقدر يلا نبدأ الديالوج التاني بيقول some students are asking a scientist about space يعني some students بعض الطلاب are asking بيسألوا scientist عالم about space عن الفضاء نوها والساينتست وعلى مجموعة من ال students الطلاب بيتكلموا مع العالم سألت سؤال قال لها yes of course the earth turns at about 1670 كيلومتر an hour يعني ايوة الارض بتدور حوالي 1670 كيلومتر في الساعة فعلى قالت جملة راح الـ scientist رد عليها قال لها no but most of them do have moons لا لا لكن most of them يعني معظمهم do have moons يعني لديهم او عندهم اقمار moons اللي هو جمع moon امر بعد كده نوها قالت where is the earth in space اين تقع الارض في الفضاء او الارض دي فين في الفضاء طبعا في اجابة من علا بعد كده مايا قالت there are many things that nobody knows يعني يوجد الكثير من الاشياء اللي لا احد يعرفها about space عن الفضاء do you agree هل توفقني الرق يعني do you agree فهو طبعا رد عليها قال لها however we are trying to learn more ومع ذلك however يعني ومع ذلك we are trying to learn more بنحاول ان احنا نتعلم اسرع فاحنا كده خلاص عرفنا الدعلي بتكلم عن ايه نيجي بقى الاول سؤال ده نحل ازاي عايز اقول لكم ان اول ملاقي الاجابة yes or no لازم السؤال يكون بهل تمام يعني ما ينفعش اقول فيه اي wh questions عفوا ما ينفعش اقول فيه اي اداة استفهام طالما الاجابة yes or no يبقى لازم اجاوب بهل طيب هل دي في اللغة الانجليزية معناها ايه ليها كذا اختيار الاول انا ببص على الجملة اللي هي الاجابة لو انا لقيت فيها verb to be اي فعل ناقص اللي هو well can should must اي فعل من دول او اللي هما يسموا الافعال النقصة او verb to be اذا كان في المدارع او في الماضي اللي هو am is are was where لو كمان لقيت do have or has زائد التصريف التالت ده كمان بيتسمى auxiliary verb او help verb الفعل المساعد ده على طول بستخدمه ان هو هل يعني على طول ببدأ بي السؤال لو انا لقيت في الجملة بكل بساطة verb to be اي فعل ناقص verb to have اللي هو have او has زائد التصريف التالت على طول ببدأ بالaxillary verb ده اللي هو have او has am is are was where will can should تمام طيب نيجي للجملة هنا بيقول اي بقى the earth turnes هنا بقى ما فيهاش اي حاجة من اللي احنا قلنا عليها دي ولكن الجملة في زمن المضارع البسيط اللي هو present sample ليه او عرفنا منين present sample ببساطة ان هو الفعل في المصدر او الفعل في التصريف الاول مع كل الضماير ولكن مع هي وشي وات الفعل بيضاف له اس او اس او اس فعشان كده the earth singular مفرد فعشان كده قلنا turns حطينا لturn اللي هو يلف او يدور حطينا لها اس طيب هنا بقى هستخدم ايه انا اللي هجيب من عندي فعل فعل مساعد اللي هو do او does هم دول الحاجة اللي بجيبهم من عندي غير كده اي auxiliary verb تاني بلاقيه في الجملة فهنا هستخدم does ليه does عشان the earth لزي ما قلنا ان هي مفرد فهبدأ بdoes هقول does the earth يعني هل الارض turn turn هنشيل الاس ليه يميس عشان احنا جبنا does وdoes هي دي العلامة من علامات المضارع البسيط فما ينفعش احط علامتين مع بعض في نفس الجملة خلص كفاية واحدة does بتدل على ان ده سؤال في المضارع البسيط فهقول does the earth turns turn عفوا هل الارض تدور او ممكن اقول does the earth move around move around يعني تدور حوالين نفسها طبعا الاجابة كت yes of course the earth turns about وكمل طيب بعد كده علا قالت ايه راح قال لها scientists no but most of them do have moons لأ ولكن معظمهم لديهم اقمار فكان طبيعي ان هي سألت سؤال ان هل الكواكب عندها اقمار زي كوكب الارض كده ما هو فيه قمر قال لها لأ بس معظمهم عنده طيب هل دي بقى ازاي هبص على الجملة تاني فيها am is are was were مفهاش الكلام ده فانا هجيب من عندي do او does فطبعا هنا عشان most of them يعني معظمهم يبقى انا هتكلم عن planets الكواكب وده جمع فهقول do المفرد بقول does فهقول do the planets انا بقى اللي هجيب من عندي هل الكواكب do the planets او do all the planets هل كل الكواكب have moons لديها اقمار فرد عليها اقول لها لا معظمهم في اقمار طيب نوها بتقول ايه where is the earth in space عفوا بس ده السؤال ده تغير فبالتالي هو مش مكتوب صحيح او متشغبط عليه فاعذروني ما قدرتش اجيب صورة سريعة غير دي فانا بقولها لكم عشان تعرفوا تلاقوها وهتلاقوها في كتاب المدرسة كده كده يعني في الworkbook في الاخر في الامتحانات بتاعت النماذج بتاعت الworkbook where is the earth in space يعني اين الارض في الفضاء الاجابة طبعا هتكون ايه it is the third planet يعني انها تكون تالت كوكب او الارض ده تالت كوكب third planet in the solar system في المجموعة الشمسية مايا قالت yes of course كل الاجابة كل اي اجابة من دول تحسب صحيحة او تكون صحيحة ان شاء الله كده ندخل بقى على الديالوج التالت وهو الاخير عشان نبقى لمينا بكل الديالوج اللي ممكن تيجي وبتاع محافظة القاهرة ده اسهلهم ولكن احنا برضو بنحتسب ان لو جي اي حاجة من التلاتة دول نكون عارفينها ان شاء الله طيب الديالوج التالت بتاع محافظة القاهرة بيقول a tourist wants to go to the pyramid يعني سائح يريد ان يذهب الى الاهرامات ده طبعا زهل جدا ايمن بيقول hello how can I help you اقدر اساعدك ازاي how can I help you سأله سؤال قال له go along امشي على طول go along الاهرام street امشي شارع الاهرام street the pyramids are at its end الاهرامات في آخر الشارع ده فهيقوله ايه او طيب خلينا نقرأ الديالوج الكامل الاول in general وبعد كده نقول but I don't know this street very well لكن انا ما عرفش الشارع ده كويس جد يعني انا مش عارفه الشارع ده كويس قال له حاجة قال له tourist رد عليه قال له that's a great idea دي فكرة كويسة جدا رح سأله سؤال ايمن رد عليه قال له I think you should pay يعني انا اعتقد انك المفروض تدفع pay يعني يدفع 50 pounds for the taxi driver هتديله 50 جنيه للtaxi driver سائق التاكسي يبقى طبعا كان قال له ايه ده اللي احنا هنعرفه بعد كده this is very cheap التوريست بقى بيقوله this is very cheap ده رخيص جدا thanks a lot شكرا كثيرا فطبيعي ايمن هيقوله you're welcome او great او يعني never mind او with pleasure اقدر اقول اي اجابة هتتحس بصح نرجع بقى للأول تاني hello how can I help you اقدر ازاي اساعدك رح التوريست قال له how can I go to the pyramids how can I go to the pyramids يعني اقدر اروح ازاي الاهرامات how can I go to the pyramids فقال له طبعا امشي على طول قال له بس انا معرفش الشارع ده كويس جدا I don't know very well قال له فايما اقترح له انه هو you should take a taxi you should take a taxi المفروض تاخد taxi الاحسن ليك يعني فقال له that's a great idea دي فكرة كويسة جدا سأله سؤال قال له المفروض تدفع كذا فهيقول له مثلا ايه عندي نوعين من الاسئلة ممكن اقول السؤال ده بينفع لجميع لو بسأل عن سعر اي حاجة في الدنيا هقول how much does it cost how much does it cost يعني كم يتكلف هذا تمام او اقدر اقول سؤال تاني اللي هو بقى هنعمله على الاجابة دي والاصح يعني الاتنين صحيحة ولكن احنا خلينا الاجابة النموذجية اللي هي what should i pay what should بعمل طبعا احنا قلنا اي فعل ناقص هو اللي بيجي كفعل مساعد في السؤال فهنقول what should i pay المفروض ادفع ايه فقال له المفروض تدفع خمسين جنيه قال له ده رخيص جدا thanks a lot قال له you're welcome يعني عفوا او with pleasure بكل سرور او never mind مفيش اي مشكلة ونيجي بقى لاخر الديالوج معنا وانا بصراحة سيبقى للاخر عشان ده مهم جدا وفي نفس الوقت يعني ده من الاسئلة الهامة اللي ممكن اتوقع ان هي تيجي في الامتحان ان شاء الله بيقول a man is buying a ticket at a train station يعني رجل بيشتري تسكرة في محطة الكطار فالراجل بيقول good morning قال جملة فالاسيستنت قالت to luxor الى luxor يعني الى مدينة الاكسور قال لها of course سألها برضو سؤال قالت له a return هو رد عليها قال لها return please يعني ذهاب وعودة i'm coming back on tuesday يعني انا راجع يوم التلات فخلينا نحلو بقى وحنا ماشيين كده عشان برضو الوقت good morning الراجل بيقول good morning can i poke a ticket can i poke a ticket can i poke a ticket اقدر احجز تسكرة to luxor can i poke a ticket to luxor فهي بتأكد عليه المكان قالت له to luxor of course للاكسور تمام single or return single or return يعني زهاب ولا زهاب وعودة طيب لو عايزة اقول السؤال بصيغة تانية دي تتحسب صح يعني مسموح بال short answer الاجابات المقتصرة او اقدر اقول would you like single or return ticket would you like هتحب او تود او تريد تسكرة زهاب ولا زهاب وعودة فقال لها لا زهاب وعودة انا راجع يوم التلات قالت له that's 100 يعني بمي جني the next train القطار التاني leaves يغادر in 30 minutes يعني في خلال 30 دقيقة سألها سؤال قالت له the train leaves from platform 2 يعني القطار هيغادر من رصيف اتنين فانا هسأل هقول ايه هقول لها which platform يعني اي رصيف which platform does the train leave which platform does the train leave يعني في اي رصيف القطار هيغادر هيروح فينين او همشي ازاي يعني فقالت له من الرصيف التاني فطبعا قال لها thank you so much شكرا جزيلا وبكده احنا يعني لمينا معظم او اهم الديالوج اللي ممكن تيجي في الامتحان ان شاء الله ندخل بقى على السؤال التاني وهو situation المواقف طبعا انا اي لك كل سؤال يعني كل سؤال مش بحل منه نموذج واحد لا انا بجيب النماذج المهمة ورا بعضها بحيث ان انت يعني تبقى ملم الفيديو ده او المحاضرة دي انت مش هتكون محتاج ان شاء الله انك تراجع بعضها تاني فلو انت يعني عارف ده ومحتاج حاجة معينة انا بحط في الديسكريبشن تحت العدد الوقت او الدقايق اللي بيبقى فيها الجملة كذا تقدر تشوف في صندوق الوصف يعني تعدي دقيقة اللي انت مش عايزها او انك تراجع والاحسن طبعا انك تتفرج على الفيديو كامل لاني مش هتبقى محتاج ان شاء الله بعضها انك تراجع لوحدك تاني ندخل بقى على السؤال المواقف واول سؤال معنا بيقول مبدئيا سؤال المواقف يعني معناه انك تحط نفسك مكان اللي بيتكلم ده ولو انت في الموقف ده المفروض انك تقول ايه تمام هو ده باختصار سؤال او معنى سؤال المواقف فهنا بيقول انت تحب ان تسأل مدرسك انه وتطلب من مدرسك انه يشرح لك ان ليه الدنيا بتبقى ابرد في الشتاء من الصيف فطبيعي ان ده سؤال طلب بأدب يعني عايزة اطلب او اطلب من حد اكبر مني او مدرسي بطريقة مهزبة هقول ايه بقول بابدأ على طول اقول could you could you please او would you please could you please explain to me ممكن تشرح لي وهقول الجملة زي ما هي why it is colder in the winter than in the summer بس هبتدي الجملة بتطلب بأدب فهقول would you please او could you please explain to me تقدر ممكن تشرح لي الجزء ده او في الشتاء ابرد من الصيف النقطة التانية بتقول your friend asks you يعني صديق لك بيسألك when your father was born متى ولد والدك you aren't sure انت مش متأكد but you give an answer ولكن اديته اجابة يعني انت جاوبته ولكن مش متأكد فمش متأكد دي هقول maybe او I think اقدر استخدم اي واحدة من دول maybe ربما او I think اعتقد he was born was born دي اللي هي مبني للمجهول بتتقال كده على بعض was born معناها ولد I think او maybe he was born in مثلا 1991 او 1981 يعني في سنة 1981 يعني اي اجابة النقطة النقطة التانية you hear that a tourist was lost in the desert يعني انت سمعت ان في سائح تاه في الصحراء but that he has just been found ولكن هو يعني اسمها ايه بالعربي عايز اقولها بالمبني المجهول لغة عربية صحيحة هي معناها ان هو الحمد لله رجع بالسلامة يعني وجدوه او وجد يعني فطبعا ده خبر سعيد بالنسبة لي فاقدر اقول wonderful او great عظيم wonderful حاجة ممتعة كويس كويس جدا طيب السؤال الثالث بيقول you hear that scientist انت سمعت او انت تسمع ان العلماء have found a new medicine يعني العلماء وجدوا دواء جديد for covid 19 ل المرض بتاع covid 19 which will help many people يعني اللي هيساعد ناس كتير فطبيعي ان انا هقول how wonderful يعني يا لها من اخبار سعيدة او مثلا what a good news او great حاجة عظيمة وما تنسوش exclamation mark يعني علامة التعجب بعد المصطلح ده او بعد صيغة التعجب دي طيب النقطة التانية بتقول your parents يعني والديك say that they are taking you ان هما هيغدوك taking you to the beach tomorrow يعني هيغدوك للشاطئ بكرة فطبعا دي حاجة مفرحة جدا فهقول برضو how wonderful وبردو exclamation mark او اقول great news يعني اخبار سارة بالنسبة لي او اقدر اقول I can't wait مقدرش ان انا انتظر اللي هو عايز بكرة ييجي بسرعة فيعني ده الرد المناسب اي طبعا رد من التلاتة اللي انا قلتهم دول النقطة التانية you see people leaving rubbish يعني انت بتشوف ناس leaving rubbish يعني بتلقي القمامة على الشاطئ فطبعا دي حاجة وحشة جدا او موسيقى فهقول how terrible how terrible يعني يا لها من فضاعة يعني دي حاجة مش كويسة اخر حاجة معينا واخر point نقطة a friend tells you يعني صديق tells you يخبرك that you have won a prize انه هو have won a prize يعني كسب جيزة برضو دي good news اخبار جيدة فهقدر اقول له how wonderful او good news great news او اقول له congratulations مبروك او بكل سرور يعني انا فرحان له جدا وده كان سؤال المواقف معنا وبعد كده القطعة الparagraph القطعة الcomprehension او الreading القطعة دي مش هنقولها لاني يعني بيعتمد ان احنا كل المطلوب منك انك تقرأ القطعة كويس جدا لان فيه ناس بتبتدي تقرأ الاسئلة يعني هي اصلا ما بتقراش يعني فيه طلبة كتير جدا ما بتقراش القطعة للأسف بتخش على الاسئلة على طول تقرأها وبعد كده تروح على القطعة تشوف اي جملة او اي كلمة في نفس السؤال وتجر الخط بعديها طبعا ده مش صحيح الcomprehension دي او القطعة الreading دي معتمدة على انك تقدر تستوعب معنى تقدر تفهم بس السؤال بيقول ايه يعني احنا نقرأ القطعة على بعض في الاول لو في كلمة انا مش فهمها بحاول افهمها من سياق الجملة كاملة يعني مش لازم ان انا لازم كل كلمة اكون عارف معناها ولو في كلمة وقفة قصادي يبقى انا كده ضيعت لا طبعا انا لو في كلام مش عارفه في القطعة بقدر ان انا اخمنه you can guess it from من الجملة نفسها وبعد كده بتقرأ الاسئلة تشوف ايه الاجابة المناسبة وتقدر ان انت تحله فهندخل على طول على السؤال اللي بعد كده اللي هو القصة طبعا كلنا عارفينها بتاعة بلاك بيوتي برضو هنقول القصة دي عبارة عن سؤالين اول سؤال الماتش التوصيل وتاني سؤال اللي هو الاسئلة النقدية دي يعني مش بتعتمد على حفظ القصة انا ما برجحش خالص ان انت تحفظ القصة سؤال وجواب دي حاجة مش مفيدة نهائي القصة دي معمولة عشان خاطر انت تقرأها هي قصة حكاية انت زي حدوتة انت بتقرأها وبتفهمها وبتفهم البوينت اللي عايز يوصلها لك الاوثر او الرايتر الكاتب ف يعني بلاش نحفظ الاجابة لأ انا افهم السؤال عايز ايه كويس جدا اترجمه كويس جدا وانا اجاوب بطريقتي ولكن بجملة بسيطة جدا عشان خاطر ما غلطش في الجرامر فبالتالي تحسب غلط لأ ان انا الافضل اني اقولها يعني اقول بس جملة بسيطة تعبر عن اللي انا فهمه وهتتحسب فهنيجي بقى ندخل على سؤال التوصيل عندي هنا في العمود الاولين اللي هو ايه جيري باركر كابتين جيري سون هاري وكمان عندي بلاك بيوتي جيري باركر ده شخص لو هنراجع القصة فيه عجالة سريعة ده اونر واحد من الاونر او المالك اللي اشترى بلاك بيوتي وكان كويس جدا في معاملته وكمان هو سائق التاكسي كان بيعامل بلاك بيوتي كويس جدا وكان كاين يعني كان كاين وهلبفول وكمان كيرز باوت هورس كان بيهتم جدا بالخيول طيب مين كابتين ده هورس لايك بلاك بيوتي ده كان حصان زي بلاك بيوتي كده وكان شغال مع بلاك بيوتي والاتنين كان بيملكهم جيري باركر جيري باركر ده كان صاحب الخي الكابتين والبلاك بيوتي بعد كده جيري السون اللي هو ابن جاري اللي هو هاري واخر حاجة معنا بلاك بيوتي طبعا ده بطل القصة طيب العمود التاني بيقول ايه هنقرأ مع بعض سريعا كده يعني دايما بيساعد اني تلوك افتر بلاك بيوتي في الاعتناء بلاك بيوتي وبيشتغل كويس جدا تاني او رقم بي يعني كان افضل مالك وكمان سائق تاكسي عطوف نمبر سي ووز كان حصان اللي خرج مع التاكسي التاكسي كارج اللي هو العرب الخيول ليه كانوا بيسموها تاكسي كارج عشان هي دي كانت وسيلة المواصلات في لندن في العصر ده او في الوقت ده in the morning letter d examine the black beauty carefully كان بيفحص black beauty بعناية letter e was pleased كان مصرور جدا with his new owner بي المالك الجديد طيب يبقى جري باركر دامين هنختار رقم بي اللي هو was the best owner ده كان افضل مالك طيب captain ده طبعا احنا قلنا was the horse هنختار letter c was the horse that went out the taxi هو ده اللي الحصان اللي خرج بالتاكسي في الصباح جري جري باركر كان عنده two horses دول واحد كان بيعتني بيهم وبيهتم بيهم جدا وبأكلهم وبعنايتهم فكان بيشغل captain in the morning في الصباح و black beauty بالليل بحيث ان هم زي شفتس كده بيبدلوا شفتات عشان يرتاحوا شوي number three جري son harry ابن جري ده can always help it to look after كان دايما بيعتني بblack beauty اخر حاجة black beauty was pleased كان مسرور جدا with his new owner بالمالك الجديد هندخل على سؤال match تاني عشان برضو نحاول نلملكه في الجزء كبير من الstory عندنا poly ginger وجري وبblack beauty من poly دي مرات جري يعني his wife او جري 's wife ginger لو نفتكر مع بعض دي من الترم الاول ginger دي كانت صاحبة دي برضو a female horse يعني حصان انسة كانت زميلة black beauty في الاول خالص جري ده احنا لسه ايلينه اللي هو صاحب black beauty الجديد وblack beauty الاخر طيب لو هحلينا برضو في عجالة كده poly هنختار letter c was jerry's wife يعني زوجة jerry number two ginger wasn't able to run very fast يعني ginger ما بقتش قادرة ان هي تجري بسرعة after the fall بعد ما وقعت طبعا كان في حدثة وهي وقعت وصاحبها عملها بكل قصوة وضربها وقومها بالعافية عشان تكمل الطريق فطبعا اصبحت weaker and tired يعني اضعف واتعب يعني تعبين رقم تلاتة jerry ده هنختار letter a believed that a pound يعني a believed يعني يعتقد او يؤمن ان ال pound الجنيه wouldn't help if wouldn't help if it made the horse tired يعني الفلوس ده فيما معناه ان الفلوس مش هتساعدني لو الحصان تعب عنده نظرية كويسة جدا كان بيؤمن ان الحصان لازم اهتم به وارعيه كويس عشان يقدر يشتغل معايا فبالتالي يجيب لي فلوس اما لو انا هنت الخيل بتاعي وتحاملت عليه ومدتوش يعني الرعاية الكافية ولا اكلته ولا شربته وخليته بس يشتغل فطبعا هيتعب ومش هيشتغل معايا وهيقعد مثلا ممكن يتعب مني باليومين ثلاثة فانا كده ما نبني غير ان انا تعطلت وكمان ما فيش فلوس فانا كده اللي بيفكر كده بيفكر غلط وده طبعا الصح بالنسبة له ان هو يؤمن ان الحيوان اهم من الفلوس واخر حاجة black beauty هنختار letter b was given food يعني اعطى له حد داله طعام before walking for many kilometers يعني حد داله طعام او اطعمة عشان هو كان هيمشي او هيسافر لعدد كيلومتريات كتير يعني ونيجي بقى بعد كده لسؤال critical الاسئلة النقدية دي لازم ييجي منها سؤالين اول سؤال بيقول how did jerry describe black beauty يعني كيف وصف jerry black beauty to his daughter لبنته اول ما شافته هو قال لها he said that هو قال لها انه he wore gentle as hair انه هو gentle زيها بالضبط like hair السؤال التاني why did black beauty stop finding it difficult يعني لماذا black beauty stop finding it difficult يعني توقف عن انه يعتقد اني من الصعب to pull a taxi in London كان black beauty في الاول كان خايف جدا وما كانش بيقدر يمشي في شوارع لندن بسبب انه هو الزحمة والدوشة وانه هو ما بيكلش كويس وشوارع لندن دايما فيها منحدرات وانه انت فيها دايما صعود فبالتالي هو بيبقى صعب عليه انه هو ت pull a carriage انه هو يجر العربية بالذات في المطلع او في الطريق المنحدر طيب ليه هو بقى خلاص ما بقاش الموضوع دا صعب بالنسباله ووجد انه هو بقى سهل ليه غير فكرته ليه because he trust jerry عشان هو وصق في jerry and stop worrying خلاص ما بقاش يقلق طول ما هو مع jerry number three why do you think sorry why why do you think that jerry took captain لماذا تعتقد ان يجري خد captain to work on black beauty first morning in london ليه خد captain وما خدش black beauty اول يوم في london ليه بكل بساطة i think he didn't عشان ده بقى من وحي خيالك انت انت اللي المفروض تكون بتجاوب ده من اللي فهمته من القصة اني انا اعتقد ان هو he didn't want black beauty to have a difficult day عشان هو ما كانش عايز اني black beauty يواجه يوم صعب كان عايز يرتاح يعني بمعنى قصة ممكن اقول اني he wanted to let he wanted to let him relax او ان هو يعني يسيبو يرتاح شوي السؤال اللي بعد كده why did ginger stop kicking people لماذا ginger بطلت ان هي kicking people يعني تركوا للناس who weren't good to hair اللي هما ما كانوش كويسين او بيعملوها كويس ليه برضو خلينا في عجالة ginger دي كانت زمان kick and bite anyone can heart hair كان دايما بتركل او بتوقع او بتتعامل بعنفة مع اي حد ما بيتعملش كويس معاها طيب هي ليه بقى stop kicking ليه بطلت تعمل كده because she became weaker هي اصبحت اضعف and tired and old يعني اقدر اقول weaker tired and old ان هي اصبحت اضعف واتعب واكبر النقطة اللي بعد كده how do we know ازاي عرفنا كيف عرفنا how do we know that jerry was a kind man احنا بقى عمالين نقول ان jerry من البداية ان هو راجل كويس وبيهتم بالخيول والخيول بتحبه طيب ايه اللي عرفنا بقى هنقول بكل بساطة because he always cares for his horses ان هو دايما cares for يعني يهتم بخيوله and also help the poor woman وكمان ساعد الامرأة الفقيرة and talk here to hospital وكمان خدها للمستشفى السؤال اللي بعد كده بيقول what did filter do with black beauty's food عمل ايه filter مع طعام black beauty filter ده كان المفروض ان هو بيعتني بblack beauty ولكن كان ثيف كان حرامي كان بياخد الاكل بتاع black beauty وبيروح يديه للارانب بتاعته في المزرعة عشان يغذيهم ويبيحهم بعد كده ويكسب فيهم كتجارة يعني فبيقول بقى اعمل ايه في الطعام بتاعه هقول he used to take his food اعتاد ان يأخذ طعامه to his home for his rabbit أو to his rabbit على طول to his rabbits يعني للارانب بتوعه السؤال اللي بعد كده بيقول do you think that ginger was right to start to kick هل تعتقد ان جينجر كانت على حق لما بدأت ان هي تركل why and why not لو هتقول يس هتقول لي ولو هتقول no هتقول لي فانت زي ما انت عايز بقى انت شايف ان القرار ده أو التصرف ده صحيح هتقول yes وهتقول yes لي او لو انت مش عقبك هتقول no وبرضو هتذكر السبب فاحنا هنا هنقول لو هنقول yes هنقول yes because hair owners عشان الملك بتوعها weren't kind to hair أو weren't good to hair يعني ما كانوش كويسين معاها ولو هتقول no because it hurts people ان ده بيأذي الناس لما هي تشوت وتركل وكده ده ممكن يأذي المالك او اللي بيستخدموها او بيركبوها واخر سؤال معانا في الستوري بيقول why did poly write to mrs. fowler لماذا poly احنا قلنا poly دي اللي هي jerry's wife زوجة jerry ليه كتبت لميسز فاولر because jerry was ill عشان jerry كان مريض فجأة بقى في الاخر تعب جدا and he couldn't drive anymore ومش هينفع يبقى يسوق تاني ميسز ميسز فاولر دي كانت امرأة غنية جدا كانت wealthy woman واختارت جerry ان هو يشتغل معها بالعربة بتاعته ولكن طبعا لما هو اصبح مريض فمش هيقدر ان هو يشتغل تاني على العربة للأسف فاضطرت ان هي تبعت لها وتكتب لها وتعرفها ظروفها عشان تساعدهم لانهما كانوا يعني مش غير مقتدرين ماديا وبكده احنا خلصنا معظم الاسئلة بتاعت القصة ندخل بقى على سؤال choose وده بيبقى مقتصر على grammar و vocabularies الكلمات اول سؤال معينا بيقول if Layla had more free time يعني لو Layla had more free time عندها وقت كافي شي نقط هنرجع بقى مع بعض في عجالة كده قاعدة if احنا عندنا three conditions يعني ثلاث قواعد او ثلاث ظروف لقاعدة if القاعدة الاولى بتقول لو if جي وراها زمن المدارع البسيط اللي هو لسه شرحينه في البداية ساعة الديالوج لما قلنا ان الفعل بيكون اما في التصريف الاول بدون اي اضافات او بيضاف لي s او es او i es مع هي وش وات واي اسم مفرد لو الجملة اللي بعد if مدارع بسيط يعني لو الفعل فاضي او في es يبقى على طول الجملة التانية اللي بعد القمى بتكون will زائد المصدر will طبعا i want اللي هي will not هي دي القاعدة الاولى f مدارع بسيط الناحية التانية future will will مصدر طيب القاعدة التانية بتقول ايه وطبعا القاعدة الاولى دي بتعبر اني لو ده اتعمل او ده بيحصل يبقى نتيجة هتكون كذا لو قلت مثلا if i study hard لو انا ذكرت كويس i will pass the exam هنجح في الامتحان هجيب الدرجات النهائية القاعدة التانية بتقول اني if لو جي وراها زمن الماضي البسيط اللي هو التصريف التاني للفعل اللي هو لإما اخره d او ed او id او فعل شاز يجب حفظه طبعا زي مثلا go هيبقى الماضي بتاعها went هو ده اسمه اللي هي العفعال الشاز او غير المنتظمة طيب لو جي ورا f جملة في الماضي البسيط يبقى دايما الجملة اللي بعد كما هتبقى بقى الماضي بتاعول فهتكون would والمصدر او wouldn't والمصدر الماضي بتاعول would طيب القاعدة التالتة بتقول ايه بتقول اني لو f جي وراها زمن ماضي تام اللي هو past perfect اللي هو عبارة عن had زائد التصريف التالت دايما بيكون فيها had had وتصريف تالت لو الجملة اللي بعد if had وتصريف تالت هيبقى الجملة اللي بعد الكما اللي بعد هي على طول هتبقى would have تصريف تالت اللي هو past participle او pp تمام نحفظ دول كويس جدا لاني مفيش امتحان يخلى من قاعدة if قاعدة if مهمة جدا فهنقول في عجالة if مضارع بسيط الناحية التانية will والمصدر if ماضي بسيط الناحية التانية would والمصدر طبعا والنفي بتاعهم if had تصريف تالت يبقى الناحية التانية would have تصريف تالت would have تصريف تالت طيب نشوف بقى دي انا قاعدة فيهم if ليلة had more free time يعني لو ليلة عندها وقت كفاية بصوا had كان عندها ماضي بسيط يبقى الناحية التانية would والمصدر هنختار she would read more books لو كان عندها وقت كانت قرت كتب كتير في الانجلش الجملة التانية برضو if if I not that he was famous خلوا بالكو was famous لو space ان هو مشهور كان مشهور بصوا الجملة التانية I would have taken would have تصريف ثالث يبقى كان اللي بعد if had تصريف ثالث if had تصريف ثالث يبقى الناحية التانية would have تصريف ثالث يبقى هنختار طبيعي if I had known لو هي لو أنا كنت عرف ان هو مشهور انا كنت خدت صورة of him كنت خدت صورة لي الجملة التالتة بتقول what تام قاعدة after و before خلينا كده نحفظ عشان نبقى يعني أو نركز فيها أنا دايما بحفظها لطلابي بالطريقة دي والحمد لله مش بينسوها لو احنا قلنا ان after عشان دايما بتلغبط after و before دي عبارة عن روابط بتربط بين جملتين كل جملة في زمن دايما بنطلغبط ونبقى بصوا نحفظها ازاي after وكلمة as son as اللي هي بمجرد an وكلمة after اللي اتنين اولهم a after as son as يبقى ايه اللي ييجي وراهم الزمن الاول او الاقدم بحرف الا نحفظها كده حرف الا after as son as يبقى اللي ييجي بعديهم الزمن الاولاني طبعا الاولاني اللي هو القديم خالص اللي هو had تصريف ثالث لان ده بيعبر عن حاجة حصلت زمان اوي وكمان حصل بعدها حاجة تاني فهنقول after وas son as ييجي وراهم ماضي تام اللي هو had زائد التصريف التالت وطبعا اللي بيجي قابليهم العكس طيب كلمة before او by the time دي برضو زي ما اولها b اللي هو الحرف التاني فدايما بيجي وراها تصريف تاني اللي هو الماضي البسيط يا اما اخره دي او الفعل في التصريف التاني بكده ان شاء الله مش هتنسوها تاني بأمر الله what الجملة بقى بتقول ايه what نقط before خدتوا بالكوا بصوا before you played يبقى before عشان هي حرف b جي وراها التصريف التاني اللي هو blade يبقى قبلها كان ايه اللي هو الزمن الاقدم اللي هو had تصريف تالت طب انا عندي هنا يعني جملتين او اختيارين you had eaten و had you eaten هرجع ابص بقى في الاول ده what اولها what يعني ده سؤال فطبيعي ان السؤال دايما بيجي ورا الفعل المساعد اللي هو had ماينفعش اقول ورا فاعل اللي هو you فهاختار had you eaten انما لو كت هي جملة عادية كنت قلت you had eaten طيب number four how many eggs to do the farmer's chickens يعني كم عدد البيض انلي الفراخ بتاعة المزرعة lay each day يعني ايه lay يعني تضع بيضها كل يوم طبعا اول واحدة lie دي معناها يجذب give معناها يعطي lay معناها يعني يضع البيض put معناها يضع يضع حاجة مثلا لو قلت ايه put your books in the bag او in your bag يعني حط او ضع كتبك في الشنطة انما ليه تضع البيض number five people have used يعني اتعودوا او يستخدموا to make cups for hundreds of years يعني كانوا بيستخدموا ايه؟ عشان يعملوا الفنجال او الكبيات من سنوات من الاف السنين كانوا بيستخدموا اللي ستون الحجر بيعملوا بيه كبيات ولا الكلاي اللي هو الفخار او الطين ولا ستراو ولا ستيكس طبعا هنقول الكلاي number six بيقول this book is ايه؟ الكتاب ده ماله I don't want to read it anymore هو بقى الاجابة هتتوقف على الجملة دي I don't want يعني انا لا اريد ان اقرأ to read it anymore مش عايز اقرأ تاني فطبيعي هيكون special حاجة خاصة ولا excellent ممتاز ولا terrible ولا greedy greedy يعني طماع فطبعا هيكون terrible terrible means very bad يعني حاجة سيئة ليه؟ عشان انا مش عايز اقرأه تاني النقطة اللي بعد كده بيقول if أسامة had got بصوا قاعدة F تاني if أسامة had got the job يعني لو أسامة had got had تصريف ثالث يبقى دي أنا قاعدة برافو القاعدة التالتة if أسامة had got the job يبقى الناحية التانية had would have تصريف ثالث من غير حتى ما كمل الجملة would have هنختار he would have traveled a lot معناها اني لو أسامة كان عنده وظيفة في البنك كان سافر كتير يعني دي حاجة القاعدة دي بتعبر ان دي حاجة مش هتحصل او دي حاجة مستحيلة يعني زي ايه؟ بتعبر عن الندم يا لو كنت ده أنا لو كنت غني كنت والله اشتريت عربية بس أنا مش غني مش هي دي الحقيقة النقطة اللي بعد كده if we see علي طيب بصوا للجملة دي we see ده present مدارع الفعلة هون من غير إضافات فبالتالي الناحية التانية هتكون well والمصدر يبقى we will ask him to phone you number three the river was very dry يعني النهر كان very dry يعني كان جاف جدا because it نقط برضو دي سبب نفس الكلمات الدلة بتاعة الماضي التام يعني النهر كان كان جاف خلاص فبالتالي عشان ايه؟ حصل حاجة أقدم من كده because it ايه؟ hadn't rained هادو تصريف ثالث عشان هي ما مطرتش قبل كده فبالتالي جاف اللي اتنين في الماضي ولكن السبب هو اللي بيبقى دايما أقدم number النumber اللي بعد كده الرقم اللي بعد كده don't be a you have already eaten a big ice cream يعني ما تكونش كذا you have already eaten a big ice cream انت يعني بالفعل أكلت ice cream كبير كتير فطبيعي هقول ايه؟ لا تكون honest أمين ولا don't be greedy لا تكون طماع don't be greedy إن النمرة اللي بعد كده the note came from space مين ده اللي أتى من الفضاء and landed in the sea وي نزل في البحر mountain 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 يعني جبل mountain يعني مأزنة meteorite يعني صخرة من الفضاء and monument يعني أثر أو شيء أسري فطبعا هاختار meteorite ونيجي لآخر نقطة في الـ choose they showed us how to dive underwater يعني بيوضح لنا how to dive يعني إزاي نغطس تحت الماء ده هيكون مين؟ الـ hero البطل ولا الـ interviewer المحاور ولا الـ instructor يعني المعلم ولا الـ inventor المخترع فطبيعي هنختار instructor instructor يعني المدرب أو المعلم ونيجي للسؤال الـ re-write أو إعادة كتابة الجملة صحيحة بالقواعد وأول سؤال معينا طبعا ده هنراجع بيه وإحنا بنحل كده على الـ grammar وأهم الحاجات المتوقعة في الامتحان إن شاء الله أول سؤال بيقول I'm not sure أنا مش متأكد where tar is هو فين طارق perhaps ربما he is in the park هو في الـ park في الحديقة طيب هختار might هقول جملة I'm not sure زي ما هي I'm not sure where tar is طيب هشيل perhaps خالص وهشيل طبعا is هقول لإني might بيجي وراها be ربما يكون مش هينفع أقول is فهقول he might be in the park الجملة الأولانية زي ما هي أما الجملة التانية هشيل perhaps وهشيل is وهقول he might be in the park طيب الجملة التانية بتقول do you have do you have as much water as you need يعني هل لديك as much water as يعني الكثير من الماء you need اللي بتحتاجه وعايز كلمة enough enough دايما بتيجي مع الحاجة اللي ما بتتعدش فهقول do you have enough water الموضوع في منتهى السهولة جدا do you have enough water يعني هل لديك من الماء ما يكفي والجملة الثالثة بتقول I didn't recognize I didn't recognize your cousin أنا ما تعرفتش أو ما قدرتش أفتكر أو أتعرف على ابن عمك so لذلك السبب I didn't say hello يعني أنا ما قلتلوش hello عايز قاعدة F فطبيعي دي بقى هتكون F بتاعة أنا قاعدة بقى الأولى ولا التانية ولا التالتة دي حاجة في الماضي ما حصلتش فطبيعي إني أنا أختار القاعدة اللي هي التالتة قاعدة الندم أو اللوم اللي هو لو أنا كزا كنت بقيت كزا فدي بتبقى دايما القاعدة التصريف الثالت الجملة اللي وراها would have تصريف الثالت فهقول الجملة ازاي هقول if I had بقى مش هينفع أقول didn't ليه بصوا معنى الجملة هيختلف if I had recognized بعد had recognized يعني التصريف الثالت لو أنا كنت تذكرت your cousin طبعا هشيل so وهعمل كما وهقول I would have يعني أنا كنت said بقى مش say الماضي بتاع say said I would have said hello يعني أنا كنت قلت له والله لو أنا كنت تعرفت عليه أو كنت خدت بالي منه يعني كنت سلمت عليه طبعا طيب الجملة اللي بعد كده what is the name of the biggest city in England ده سؤال سهل what is the name ما اسم أكبر مدينة في انجلترا like to know like to know يعني يريد أن يعرف ده المفروض دي جملة على بعضها اسمها I would like to know I would like to know أنا أريد أن أعرف هشيل بقى what is هقول the name of the biggest city in England يعني نفس الجملة ولكن هشيل what is وهقول I'd like to know أريد أن أعرف I'd like to know the name of the biggest طيب الجملة لبعد كده you must stop smoking you must stop smoking يجب أن تتوقف أو تمتنع عن التدخين the doctor said to حاتم الدكتور قال كده لحاتم ده طبعا الجرامر بتاعنا بتاع الdirect والindirect المباشر والغير مباشر الجملة دي المفروض أن هي order يعني أو نصيحة يعتبر جملة أمرية بتقول you must stop smoking طيب بنحل الdirect أو الindirect speech دي إزاي بنبدأ الأول ب the doctor the doctor هنشيل said to ونحط advised the doctor advised حاتم يبقى أول حاجة حولنا said to the doctor advised حاتم هشيل طبعا القصين دول طيب هربط الجملة بإيه بقى عشان أحولها من مباشر لغير مباشر هشيل الجملة دي عشان هي جملة أمرية فهربط بطو أو not طيب إمتى هقول to لو الأمر ده مظبط يعني حاجة عايزة الشخص ده يعملها طب إمتى هقول not to لو عايزة أنفي الجملة دي أو عايزة أنهي الشخص ده عن عمل الجملة دي فهو هنا بيقول إيه امتنع عن التدخين أنا بنهي عن التدخين فهقول to أكيد هقول to لكي تمتنع to stop يبقى هقول the doctor advise the hatem to stop smoking أكيد مش هينفع أقول you must هشيلها وهقول to stop smoking طيب الجملة الأخيرة what is the fastest way يعني ما هي أسرع طريقة to capital bank ل بنك العاصمة فعايز كلمة I asked برضو أنا بحول الجملة من مباشر لغير مباشر طيب هقول I asked أنا بسأل دي جملة إيه دي جملة استفهامية بنعمل الجملة الاستفهامية إزاي برضو في عجالة سريعة جدا إني بشيل الأقواس وبربط بنفس أداة الاستفهام لو هي جاية بأداة استفهام طيب لو هي جاية بسؤال ولكن بهل يعني مفهوش أي W questions هقول إيه بربط بإف طيب الجملة دي جاية بأداة استفهام فهعمل إيه هقول I asked وهشيل القصين وهقول what يعني هربط بنفس أداة الاستفهام لو كانت هي when أو how كنت برضو هربط بنفس أداة الاستفهام على حسب السؤال اللي هي جاية فيه فهقول I بقى مش هينفع أخليها سؤال أنا أخليها جملة فعندنا السؤال دايما بيجي بعضوات إيز اللي هو الهيلبين verb أو الأكزولاري verb بالفعل المساعد فأنا مش عايزها سؤال عايزها جملة فهبدأ بالفاعل جملة العادية بتبدأ بفاعل ثم الفاعل ثم المفعول فهقول I asked what the fastest way to capital bank يعني إيه أسرع طريق بعد كده المفروض أقول إيز ولكن إحنا في الجملة في تحويل المباشر لغير المباشر بنخلي الزمن أقدم يعني إيز بحولها لو هي بحولها لو تمام بخلي الزمن للأقدم فكده هقول I asked what the fastest way to capital bank was وبكده إحنا لمينا معظم الجرامر وكمان عايز أقول بس نقطة tell وuntel عشان في حد طلبها مني إني أشرحها tell وuntel دول من الكلمات الدلة على البعث perfect اللي هو الهاد والتصريف التالت زمن الماضي التام من ضمن الكلمات الدلة بتاعة after وbefore طبعا إحنا شرحنا after وas soon as خلاص تعلمناها أن بعد after وas as دايما بييجي الزمن الأقدم عشان نعلمها بحرف لإيه إنه بييجي وراهم هاد وتصريف ثالت أما before وby the time عشان هما الحرف التاني بييجي وراهم الجملة في زمن الماضي البسيط اللي هو التصريف التاني طيب tell وuntel بييجي وراهم إيه زي after وبي four بييجي وراهم برضو زمن ال past اللي هو هاد زائد التصريف التالت طيب إيه الفرق بقى إنه بييجي قبليهم زمن الماضي لازم يكون منفي يعني ما ينفعش أقول زي هما بالضبط زي كلمة after we before sorry after و as soon as اللي بييجي وراهم ماضي تم هاد وتصريف ثالت أما اللي ييجي a little وuntel ماضي بسيط ولكن منفي يعني دايماً بيبقى فيه didn't till وuntel بيبقى دايماً قبليهم ماضي بسيط didn't منفي خلاص هي دي النقطة بتاعة till وuntel بكده أنا يعني أكون لم تلكوا أكبر قدر من الأسئلة المهمة ركزوا هقول تاني هنركز على can I book a ticket two إزاي أو إيه أقدر إزاي أحجز التسكرة can I book a ticket two كمان لو بسأل عن السعر بتاع التسكرة أو سعر أي حاجة تجيلي في الديالوج هقول how much does it cost how much does it cost يعني كم يتكلف هذا أي هذا بقى أي حاجة بسأل عنها how much does it cost كم يتكلف هذا كمان عايز تركزوا على قاعدة F عشان برضو هتيجي في الامتحان زي ما رجعناها القاعدة الأولى والتانية والتالتة التلاتة هيجوا أو هتيجي أي واحدة منهم في الامتحان وممكن يجوا التلاتة بس على يعني مش كلهم هيجوا في ممكن مثلا واحدة تتقسم في الري وحدة في الري وحدة في الديالوج وهكذا فنركز على قاعدة F نركز على الماضي التام وبالذات الكلمات الدلة اللي هي زي ما شرحناهم كده وكمان الامتحان هيبقى سهل أصلا ومباشر زي ما وضحنا فمش عايزاكوا تقلقوا خالص أنت بيتهيق لك أن أنت نسيت كل حاجة من التوتر وده أمر طبيعي أصلا وشعور طبيعي الكل لازم يحس بيه ولكن أنت مجرد ما تسمي الله وتمسك الورقة هتلاقي الموضوع سهل بنسبالك وبتبتدي بتتذكر واحدة وحدة لما يجي لك السؤال أنت طبعا في دماغك المنهج كله فأنا لو جيت أقول لك البوينت أو النقطة أو الشرح بتاع النقطة اللي بسألك فيها دي فهتتذكرها إن شاء الله تسمي الله قبل ما تمسك الورقة وتصالوا على النبي كده صلى الله عليه وسلم ولو أنت مسيحي برضو هنقول باسم الله وكلنا بنواحد لا إله إلا الله وما نخافش وما نتوترش وما تنسوش الكمامة يعني الأمور اللي بتحافظوا بيها إن شاء الله على نفسكم يا رب بالتوفيق إن شاء الله ليكم كلكم لو أنتو عجبكم الفيديو وإنا يعني أنا بصراحة مبسوطة رغم أني قعدت كتير جدا ولكن أنا عارفة أني بعد المحاضرة دي أنت مش تبقى محتاج أنك تراجع تاني يعني أنا الحمد لله لمتلك معظم المنهج اللي تقدر تدخل تلمي بي المنهج في وقت قصير جدا ما عليك إلا أنك تذاكر المحاضرة دي كويس جدا جدا وتعيدها مرة واثنين وثلاثة لحد ما خلاص لحد قبل الامتحان عشان يبقى الموضوع سهل بالنسبالك وإن شاء الله مش هتحتاج مراجعة غيرها لو عجبكم الفيديو أتمنى أنتو تشيروه وتستفيدوا بالأجر ده لأن الدال على الخير كفاعله فأتمنى أنتو تستفيدوا وتفيدوا غيركم عشان الكل يدخل الامتحان متطمن إن شاء الله تعملوا لايك وشير وتشتركوا طبعا في القناة وتفعلوا زر الجرس وكمان تنزلوا تحت في صندوق الوصفة أو الديسكريبشن أنا ببقى سايبة اللينكات بتاعت التواصل بتاعتي تقدروا تتواصلوا معايا من خلالها لينك الانستجرام ولينك التك توك وكمان لينك صفحة الفيسبوك لأي حد عنده استفسار ولدعم القنوات الصغيرة تقدروا تتواصلوا معايا على الانستجرام وبالتوفيق لكم جميعا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته